السلام عليكم. المرة فاتتكلمنا على سبع منتجات مهمين وجينا قلنا في آخر الشرح اللي احنا هنبتدي في الابليكيشن او الصناعات البتروكومائية بس انا للأسف نسيت مركبين مهمين جدا بعد المزوت اللي هنستخدمه في مركبين مهمين جدا بيطلعوا منتجات البترولية وبيبقى عنق الزجاجة لأي شركة ان هي لازم تستخلصهم وان يبتدي نعرفهم لو اول حاجة الكار والزفت طبع ان ده مهم جدا ده مادة سوداء داكينة عشان يعمل بيها مركبات مشبعة هيدروكربونية خلي بالنا مركبات حلقية مشبعة خلي بالنا من كلمة حلقية مشبعة اذا لو هنا كان الزفت ده الكار ده كان عبارة عن مركبات غير مشبعة مصيبة الشمس تضرب فيه اتفاعة تحول لمركب مشبع ما بقاش فيه اسفلت فكل ما كانت الحلقات مشبعة كل ما كانت الاسفلت احسن وهو فيه مركبات اروماتية زي البنزين والنفسرين والانصراصين وفيه مواد صمغية وفيه حاجة كتير جوه القار اللي بنستطدمه في مواد العزل الحاجة التامنة لهي مركبات الكابريت وده منتج مهم عشان احنا سعب نعوز نصنع عواد الكابريت او مبيدات الحشرية او نصنع حمد الكابريتيك مجرد مدوب غاز سنوبسيد الكابريت في المياه يديني حمد الكابريت كابريتيك او كابريتات الالمونيوم او خمس كابريتات الفوسفير وهكذا فديت مركبات الكابريت او الكار مهمين ده كمنتج طيب هنبتدي بقى نخش في الصناعات البترولية واللي هي الصناعات بنول عليها البترو الكيميائية وهي عملية تحويل النفط او الغاز الطبيعي او مشتقاته الى مواد دهيق كيميائية اول حاجة انتكلم عليها ومهمة جدا اللي هو الميسان 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 ليه كلمة حلو قوي بنول عليها غاز التصنيع ليه غاز التصنيع ان من الميسان بطلع الميسانول اطلع منه امونيا اطلع منه الايصالهيكسانول اطلع منه اسود كاربون الكاربون نفسه اطلع منه الاستو第二 هلم نبتم هج shineethyl titi convownrd لو نتكلم ان نسخينه في اللحام وينبلكم ما شاه الله عليه عليه فعش كدا سميه غاز التصنيع فاول حاجة ان اخนะ في الميسان هو تحويل الميسان الميسان لمكونات غاز التصنيع هو ايه غاز التصنيع عندي اول اوكسيد الكاربون و الهيدروجين طبعا انا اسف هنا 3 مول من الهيدروجين هيدروجين H2 طيب ده منسميه غاز التصنيع منصنعه عن طريق الشبة او الالمونيوم اوكسايد في وجود النيكل وسخنه عن 850 درجة موية عند اتموسفير من 15 ل 40 بار عشان يديني الهيدروجين الكاربون مونوكسايد طيب و بعد ما حصلنا على الهيدروجين كاربون مونوكسايد ايه يا عصب ولا حاجة تصوروا الهيدروجين كاربون مونوكسايد لو انا اضطعت عليه Zinc و أكسايد و كروميوم هبا بقى مثانول هذا أول منتج المثانول مساعدموه في الاخشاب وفي تلميه الاخشاب طب وايه ثاني آه شوفوا أنا هنا هو اقيه ليكم 52 و 350 مثانول وهنا 100 و 150 مثانول منصنعه الليه الفارق بينهم الفارق بينهم التراثيز اللي بتطلع ده نظيف وده غير نظيف فيه نسبة قبل عالية ونسبة زينك عالية فبقاش نظيف بقلون نبوني خلاص احنا كده اتكلمنا على الاهم واحدة فيهم اللي هو الغاز التصنيع يتحويله وفي نفس الوقت انتاجيته للميسانور المرة جاي بقى هنبتدي نستخدم غاز الكربون ديمونوكسايد او الهيدروجين لانتاج مركبات عديدة